ارتفاع إضافي على درجات الحرارة تقسم معتدل في أغلب المناطق في عطلة نهاية هذه الأسبوع قد يصل إلى أن يكون دافئ في الأغوار والعقبة وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل أعزائنا متابعين تقس العرب أصعد الله مساءكم تتأثر مناطق شمال غرب القارة الأفريقية وهي المغرب العربي بتتالي للمنخفضات الجوية القطبية الباردة والممطرة والمثلجة يقابل ذلك تدفق تيارات غاية في الدفع إلى أجزاء الغربية من المشرق العربي وتشمل بلاد الشام بما فيها الأردن وكما نشاهد هنا من خراءة درجات الحرارة هذا النمط الجوي توقع أن تسبب بارتفاع إضافي على درجات الحرارة في المملكة خلال عطلة نهاية هذه الأسبوع كما نشاهد هنا درجات الحرارة تزل بـ 15 إلى 20 درجة في معظم مناطق المملكة وهذا أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بأكثر من 7 إلى 9 درجات مئوية بحيث يكون التقس معتدلا في أغلب المناطق كما ذكرنا سابقا ودافئا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة بحيث تتجاوز منتصف العشرينات المئوية في تلك المناطق كما نشاهد هنا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ويترافق هذا الارتفاع في درجات الحرارة كما نشاهد هنا من خراءة سرعة هبات الرياح بنشاط للرياح الجنوبية الغربية تحديدا إذا ذهبنا إلى يوم السبت كما نشاهد والتي قد تتسبب بأجواء مغبرة نوعا ما وبخاصة في المناطق الصحراوية من شرق وجنوب المملكة بمشيئة الله أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة وخلال عدة نهاية الأسبوع في العاصمة عمان يوم الخميس 14 درجة مئوية أجواء صافية 8 درجات ليلا يوم الجمعة من 17 إلى 10 درجات ويوم السبت من 16 إلى 8 درجات مئوية والأجواء كما ذكرنا هي أجواء لطيفة في العاصمة عمان ننتقل الآن لمعرفة الدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد نبدأها من إربد من 21 إلى 14 في المفرق من 19 إلى 8 درجات في جرش من 21 إلى 12 درجة وفي عجلون من 20 إلى 13 درجة مئوية في العاصمة عمان 17 إلى 10 درجات في الزرقاء من 20 إلى 10 درجات في البلقاء 18 إلى 12 درجة مادبة 18 إلى 11 وفي البحر الميت من 24 إلى 19 درجة مئوية في الكرك أجواء مشمسة من 19 إلى 12 في الطفيلة من 17 إلى 10 درجات في معان من 18 إلى 9 درجات في جبال الشراء من 15 إلى 9 درجات وفي العقبة من 25 إلى 17 درجة مئوية في ساعات المساء في المناطق الشرقية رويشة 18 إلى 8 درجات في الصفاوي من 18 إلى 6 درجات وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقصر أردتمتم في أمان الله شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري